وردنا هذا السؤال يا شيخ ورد في صحيح البخاري حديث الرجل الذي حمل على البقرة فكلمته والذئب الذي عدا على الغنم وكلم الراعي فما معنى هذا الحديث ولماذا تعجب الصحابة رضي الله عنهم هذا من آيات الله لأن هذه حيوانات مهمة عدتها تنطق ولكن الله قادر على كل شيء فينطقها إذا شاء سبحانه وتعالى نعم